على ليفر بول شوية يعني أرسنال A بيعمل أداء أكتر رائع مع أرتيتا لكن هتكلم معك في ليفر بول و هتكلم معك في المان يونيتد سريعا ليفر بول إيه اللي بيحصل ليفر بول خبتم مشكلة ليفر بول من أول السنة أو من آخر السنة اللي فات مباراة شامبيوز دي بتاعت ريال مدريد انت بمجرد ان انت بتستغني عن واحد من أفضل وينجرز في العالم ساديو مانيه أرقامه التهديفية ونسبة إحرازه للأهداف مقارنة بكم الفرص اللي بتتصنع له نسبة كويسة جدا انت بتمشي ساديو مانيه بتجيب مكانه بديل واحد زي داروين ونيس بتدفع فيه مبلغ كبير جدا ولكن الراجل عنده مشاكل كبيرة جدا في التلت الأمامي عنده مشاكل كتيرة جدا في قراراته جهود 18 ونسبة الأهداف اللي بيسجلها مقارنة بكم الفرص اللي بيصنح له قليل جدا جدا يا كابتن هاني مشكلة كبيرة جدا عند داروين ونيس فانا ما ينفعش ان انا امشي حد نسبة التهديف بتاعته كانت عالية واجيب واحد تاني مكانه نسبة التهديف بتاعته الليلة وابدأ ادور على المشكلة فين ده رقم واحد رقم اتنين يا كابتن طريقة اللعب انا دلوقتي لما عندي يعني اللي كان بيميز ليبرتولي يا كابتن هاني بغت عالي يعني انت بتتكلم يبلعب 4-3-3-3 هم 4-3-3 هل تغيير الافراد اختلفت انا ما ينفعش يا كابتن هاني اروح احاول اطبق نفس الفكر بادوات اقل او ادوات مختلفة عن اللي موجودة معاه كان موجود في نص الملعب زمان فينالدوم فينالدوم العيب كان قوي جدا جدا في الضغط العكسي كان موجود سادي وماني قوي جدا في الضغط العكسي حتى جوتا او دياس لما جوم السنة اللي فات كان قوي جدا في الضغط العكسي او انت بتتكلم كمان على جزء من الخط الامامي اللي بتتكلم على لعيبة كان بترجع بدافع بشكل جيد ليه بقى كابتن هاني بقول لك كده انا ليفر بول على طول بيلعب بريسك على طول فتح الملعب على طول فتح المساحات من طير الباكين فبيبقى على طول اهم حاجة عندي اول ما تكورة تتقطع مني ان انا اقدر ان انا احاول اجيب الكورة باسرع وقت ممكن في مناطق الخصم عشان الكورة تفضل معايا على طول طول الوقت ولكن اللي بقى يحصل دلوقتي ليفر بول ما بقاش بالشراسة وبالقوة في الضغط خصوصا في نص الملعب مع اصابات بقى كتير اتياج والكنتارا وفابينيو وهندرسون ومش دايما التلاتة دول سبتين زي دين ما فيش حد تقدر تقول لو التلاتة لعيبة دول مش موجودين البدال بتبقى بدال ضعيفة جدا واحد مثلا زي ميلنر لحد الوقت مش عارف ليه ليفر بول جدد معه العقد بتاعه واحد زي الشامبرلين ما عرفش برضو ليفر بول ليه جدد التعاقد معه فانا دلوقتي الطبيعي بتاع اي فريق في العالم يا كابتن هاني في كل اربع سنين لازم اغاير جلد مش اغاير جلد بمجرد ان انا اجيب لعيبة خلاص لا انا بشوف الاساسيات عندي ايه اللعيبة لتوب فور من بتاعتي انا اجددت لمحمد صلاح براتب كويس اللي هو كان عاوزه وعندي لعيبة كبيرة فرا عندي فندايك وعندي ألسون وعندي كلام ده كله ابدأ بقى اجيب نمازج كويس